محمد صلاح بصوا بقى انا هتكلم معاكم في محمد صلاح دي انا عايف انه محمد صلاح دلوتي الترند بمعنى ايه يلا هجم على محمد صلاح يلا انتقد محمد صلاح همشي معاكم واحدة واحدة عادة نجم الفريق او نجم المنتخب هو اكتر لاعب يلام وينتقد مع الخسائر وعادة نجم الفريق او نجم المنتخب اكتر لاعب بيتشال على الأعناق في حالة الفوز حتى لو ما عملتش حاجة في الفوز ده فاللي بيحصل مع صلاح جزء منه منطقي يعني الأرجنتين لما بتخسر ليونيل ميسي أكتر واحد بيتهاجم في الأرجنتين ليونيل ميسي أكتر واحد بيتهاجم حتى لو هو مش المسؤول حتى لو جنبه اللعبة كلها هالك عاملة مشاكل حتى لو المدرب اللي برا هو اللي عامل المشاكل بس يونيل ميسي اللي بيولام نفس القصة كليسان ونالد ده بيحصل في أي فرقة أو أي منتخب في العالم بس أنا سعاد باستغرب أنه يا إما أقصر يمين يا إما أقصر يسار ما عندناش حال التوازن راجل ده محمد صلاح اللي هو من أربع سنين وصلنا كاس العالم الكنغو مبراطة الكنغو فاكرينها كاس العالم 2018 لما دخل فينا جون وقام محافظ اللعبين ورح شط ضربة جزاء أصعب كتير من ضربة ترجحة للنهاردة وسجلها وشلناها على الأعناق وقالنا صلاح اللي وصلنا كاس العالم مباراة اللي فاتت مباراة الزهاب قدام السنغال يا سلام على رجولة محمد صلاح وشهامة محمد صلاح وجدعانة محمد صلاح اللي مرمت نفسه في الملعب دفاعيا وهجوميا وكسبنا ماتش السنغال بتاع الزهاب بمجرد انه النهاردة وبمناسبة النهاردة محمد صلاح ما كانتش موافق بس ما كانتش موافق وبس وليع ظروف كتير بس ما كانتش موافق ماشي ما كانتش موافق في ضربة الترجح ماشي بقى اللعيب المتخزل اللعيب اللي بيحب ليفربون بيحبش منتخب مصر اللعيب اللي مش عارف مش عايزي دينا اللعيب اللي عايزينه يعتزل دولة لا 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 قاسف انا عارف ان انا عكس ترند بس انا قاسف احنا 90% من افرحنا في الكورة في السنوات الاخيرة مرتبطة بالرجل ده محمد صلاح سواء في كورة عالمية بنفرح مع كل جل بيجيبه بنفرح باي بطولة بيجيبها بنفرح معاه مع منتخب مصر اصلا في تصفيات كاس العالم اللي فاتت من اصل 8 اهداف مصر جابيتهم تصفيات كاس العالم 2018 اللي ساعدنا فيها دي 8 اهداف جابيتهم مصر محمد صلاح الشارك في 7 اهداف صناعة وتسجيل في كاس الهم الافريقية اللي فاتت يعني ليه المبلغة ليه المبلغة اه انتقدوا شوية ازعل منه زي ما هتزعل من باقي اللي عبيت كورة فانت بتفرح قوي بتزعل قوي بحسب النتائج بس التقليل من محمد صلاح ما ينفعش انت حرارك بتنزل تقعد على القهوة عشان تشوف لمسة لمحمد صلاح يعني مزاجك ومودك ومبساطك متعلق بمحمد صلاح لحنا لما بنشوف خبر عن محمد صلاح في موقع بنبقى مبسوطين وفرحانين لما بنشوف الجماهير او بنسمع الجماهير بتشجع محمد صلاح بنبقى فرحانين لما بيسجل في برة ولا في مصر بنبقى فرحانين لو النهاردة منتخب السنغال بص بقى ركز في الجملة دي لو انت شفت النهاردة ان منتخب السنغال كان ألقان مننا زي ما ناس كتير قالت انه فيه وقت من الأوقات كان المنتخب السنغال ألقان مننا وفعلا كان فيه وقت كبير كان ألقان مننا فألقان عشان محمد صلاح وقف في خط الهجوم فكر كده لو محمد صلاح مش وقف في خط الهجوم المنتخب ده هيقلق منك بواقعية والله مش تقليلا من بقى اللاعبين اللي كلهم النهاردة عملوا أداء بطولي ورجولي زي المباراة اللي فات بس المنتخب السنغالي لو محمد صلاح مش في خط الهجوم هيبقى الآن منك ده انت النهاردة لو ساديو مانيك خرج من الملعب انت هتطمن رغم انه فيه عشرة ساديو مانيك في الملعب ساديو مانيه الأصل عشرة غيره شبهه بس لو ساديو مانيك خرج من البلعب كنت هتبقى منتطمن بهدو بهدو بهدو